اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والطائفية ويلها من فتنة عمياء يوقظ حقدها الأقزام والطائفية جددت تاريخها فإذا لها الحكام والأحكام والطائفية لونت أزياءها وتطورت في عرضها الأفلام لكنها هي لم تغير ذاتها فشعارها الإرهاب والإرغام دستورنا القرآن نهتف باسمه وشعارنا في العالم الإسلام وزعيمنا الكرار لا ميشيل لا ماركس لا القسيس لا الحاخام اشتركوا في القناة في العراق هو ينقل يقول كنت في مثلة شديدة وكنت في أشد أنواع التعذيب القاسي مثلا من جملة التعذيبات أنه علقوه بالمروحة مروحة سقفية قوية علقوه من رجله رجله معلق بالمروحة ورأسه إلى أسفل طبعا واحد خمس دقائق ميت ما كان يتحمل هذه الحالة يعني ينهار في خلال خمس دقائق علقوه على هذه الحالة ثلاثة أيام بلياليها ليش لكي يعترف اعترافا كاذبا حتى يفرض عليه اعتراف كاذب أنه متورط في محاولة مثلا كذائية يفرض عليه ذلك يقول ثلاثة أيام في تلك الحالة واحد حقيقة يعيش محنة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واحد يجب أن يسأل من الله سبحانه وتعالى لا يختتن بهذه الفتن القاسية يقول مرة علي واحد منهم كاسبين اسمه منه ومن كبارهم متعجب الضباط الكبار انهاروا الأفراد المهمين انهاروا اعترفوا كذبا وزورا واحد ينهار تحت التعذيب حاضر حتى يموت حتى ما يتحمل هذا التعذيب قال له متعجبا يا سيد ما الذي يجعلك تتحمل هذا التعذيب ولا تعترف فقلت له يعني الشهيد وأنا في تلك الحالة الإيمان بالله هو الذي يجعلني أتحمل هذه الحالة المهم في تلك الشدة يقول توسلت ولجأت إلى سيدي ومولاي الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أكد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أو رؤية مذكورة في بعض الكتب الكتب الروائية أن النبي صلى الله عليه وآله قال كل إمام لشيء كلهم أبواب الله ولكن كل إمام واحد يلجئ إليه في حاجة الإمام بين العابدين مثلا صلوات الله عليه هو واحد الذي ابتلي بجور السلاطين يعيش ظل من سلطان يلجأ إلى الإمام زين العابدين صلوات الله عليه الإنسان اللي يخاف من الأخطار في أسفار البر والبح يلجأ إلى من إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه الإنسان اللي قدر عليه في رزقه يحتاج إلى مال عند ديون عند قروض يلجأ إلى من إلى الإمام الجوات صلوات الله عليه وأما في هذه الرؤية أو الرواية وأما إذا بلغ منك السيف المذبح وأشار إلى حلقه يعني بعد خلص نهاية فالجأ إلى من إلى الحجة صلوات الله عليه الله 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 فيقول توسلت بالإمام الحجة صلوات الله عليه أنه إذا كنت شفيعا لعند الله تعالى على نجاتي من هذا التعذي ومن هذه الشدة ومن هذه البلية أنا أكتب كتابا أجمع فيه كلمات كلمات الإمام المهدي وزياراته وأدعيته والروايات المروية عنه عاهدت الإمام على ذلك ومر في الأيام والأشهر فالله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأدعية فرج عنه بينما كان حكم الإعدام في منطق الكفار الله فرج عنه وخرج يقول في يومي الأيام وأنا لم أحدث بهذا العهد أحدا أي واحد ما متكلمني في قلبي بيني وبين الإمام جاءني واحد وقال لي سيدنا أنا البارحة شكت رؤيا رأيت شخصا مهيبا نورانيا في عالم المنام يقول لي قل للسيد حسن إن الإمام المهدي صلوات الله عليه يطالبك بتنفيذ ما عاهدته به أنا ما أدري شونه هو أنا أنقل إليك هذا الكلام فهذا حين الوصائب الوعد يقول أنا ما كنت قايل هذا المطلق لأحد هو منطلع على القضية فلا يعلم ما هي القضية يقول أنا عزمت على أن أبدأ فجمعت المصادر والكتب وأنجزت القسم الأهم من الكتاب هذا الكتاب كلمة الإمام المهدي المطبوع فيقول في للمي الليالي شبت في عالم الرؤية رجل نوراني مهيب طويل القامة عليه هيبة الأنبياء وجلال الصديقين ووقار الخاشعين شبت في عالم الرؤية وهو يقدم إلي هو الشهيد يقول فقمت له إجلالا واحتراما وأردت أن أقبل يده فقبل يدي يعني ذلك الرجل المهيب النوراني فتعجفت وقلت له من أنت فقال لي أنا مبعوث من قبل ولي الله الأعظم وشعرت في هذه الرؤية أن هذا التشكر هذا ما كان الإمام المهدي مبعوث من قبل الإمام المهدي هذا التشكر من الإمام المهدي صلوات الله عليه على هذا الكتاب الذي ألفته وفعلا نفذ ما وعد وطبع هذا الكتاب ولعله يبقى سنوات طويلة ينتفع به المؤمنون المهم الشخص الذي كان كل الظواهر تدل على أنه سوف يعدم الله ينجيه بهذه الكيفية ببركة هذا التوسل وهذا التضرر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر